أكد صاحب السمو الملكي الأمير سمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية روسيا الاتحادية انطلاقا مما يربط البلدين الصديقين من اتفاقيات تشجع نحو المزيد من استثمار الفرص المتاحة والواعدة في ضوء التشريعات والنظم الاقتصادية الداعمة للبيئة المنفتحة القائمة على مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة المحفزة للاستثمار ونوها سموه بالزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة لجمهورية روسيا وما تبعتها من زيارات متبادلة على كافة المستويات فتحت المجال نحو تعاون بحريني روسي في مختلف المجالات الحيوية وأشار سموه لدى لقائه بقصر الكضيبية سعدت سيد دينيز منتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى تطلع البلدين الصديقين نحو توسيع علاقاتهم التجارية والاقتصادية وتعزيز أليات التنسيق والتعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويدعم علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون بشكل عام ورحب سموه بزيارة سعدت الوزير منتروف مشيدا سموه بتواجد الوفد الاقتصادي الروسي في مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والذي يعقد اليوم وتمنيا سموه أن يحقق هذا الاجتماع المشترك النتائج المرجوة بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين من جانبه أعرب وزير الصناعة والتجارة الروسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكلي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء مشيدا بما أبداه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية شكرا